موسيقى يا أهلا والله تجربة رهيبة مع سكوتر شاومي 3 لا من ناحية السرعة ولا من ناحية التجربة بشكل عام هذا الفيديو اليوم سيكون نتكلم عن هذا اسكوتر كيف اني شفت التجربة وكذلك المواصفات وكتغيير شوي عن المحتوى الموجود في القناة يالله بسم الله بداية خليني اتكلم عن اهم ميزة في هذا اسكوتر وهي الوزن الخفيف مقارنة بغيرها وكذلك سهولة الحمل والفك والتركيب فالميزة التي اضافتها شاومي هنا كونها قابلة للطي وتقدر انك تطويها وتشيلها معاك بالسيارة او حتى تنتقل من مكان المكان اخر بكل سهولة والوزن هنا هو 13 كيلو تقريبا فبشكل عام نقدر نقول انها سهلة الحمل خاصة انها مصنوعة من سبائك الالمنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات وهذا يعطيها متانة هو بنفس الوقت خفة الوزن طبعا هنا عندك الكفرات او الاطارات الهوائية بحجم 8.5 انش وميزتها انها تمتص الصدمات وكذلك تعطيك تجربة مريحة الى حد ما اما كتجربة قيادة ما اوصف لك كيف استمتعت فيها ويمكن من الصور واضح انه كيف الانبساط والمتعة بهذا اسكوتر فبشكل كبير استمتعت حتى ما يحتاج انه تدريب او تتعلم عليها يمكن بعد اول خمس ثواني خلاص انه تحس نفسك محترف لكن تحتاج انك تدفعها بجسمك او شيء ثم تنطلق بسكوتر الكهربائي السرعة القصوى الممكن توصلها هي 25 كيلو بالساعة والمسافة الممكن تقطعها اسكوتر بالشحنة الوحدة حوالي 30 كيلو تقريبا وليلاحظت ان الشحن ما يخلص بشكل سريع او لا يوجد استهلاك سريع واضح للبطارية ويعتمد اكثر على سرعاتك وايضا فيها وضع سليب مود لو تركتها مدة طويلة بدون استخدام حتى ما تتفرغ الطاقة منها وتحافظ على سلامة البطارية الأطول عمر ممكن واذا حبيت تشحنها في الشحنة موجود معها وتشبكها بالكهربا لكن ملاحظتي هنا انها بتاخذ وقت طويل للشحن تقريبا خمس ساعات ونصف حتى تكون فل ايضا عندك شاشة الكبيرة العرض المعلومات وكذلك السرعة والجميل انها واضحة حتى تحت الشمس وهذا شيء ممتاز كذلك عندك ثلاث انماط للقيادة في وضع المشي او الووك وكذلك وضع الدي ووضع الاس اللي يعتبر وضع رياضي ويعطيك سرعات عالية طبعا تقدر تختار الوضع قبل تمشي فيها او تبدل بينها وانت تتحرك من خلال الضغط على الزر الوحيد الموجود للتحكم ويختلف من ناحية ضغطتين سريعي يحولك للوضع اللي تبيه او ثلاث ضغطات يشغل لك الإضاءة وضغطة مطولة يطفي لك سكوتر او يشغلها من جديد كذلك عندك الإضاءة ممتازة وقوتها عالية من ناحية الانتشار ايضا عندك الجرس التقليدي او العادي للتنبيه ومن ناحية نظام الفرامل فيه عبارة عن مكابح مزدوجة إلكترونية أوتوماتيكية وفرامل خلفية وتجربتها ممتازة وقوية وتوقف سكوتر بشكل سريع ما يجب أن تنتبه له هنا أن سكوتر غير مخصصة لأكثر من شخص واحد أيضا ما تنفع أنك تشيل أغراض معاك وأن تراكبها لأن تسبب مشكلة بالتوازن كذلك ما ينصح بقيادتها بالأماكن التي فيها موية أو حتى وقت المطر حتى لا تتعرض للإنزلاق طبعا سكوتر بكل تأكيد تقدر توصلها بالتطبيق الخاص بشاومي على الأندرويد والآيفون وتشوف معلوماتها كاملة من ناحية شحن البطارية أو حتى تقدر تسوي لها تحديث لو وصل للنظام أو تقفل سكوتر ولا يستطيع استخدامها حتى تفتح القفل من جديد وهذه ميزة أمان ممتازة كذلك لو نقص الهوا في الكفرات يعطيك تنبيه حتى تعبيها هوا أخيرا سكوتر شاومي 3 الكهربائية متوفرة بسعر 1999 ريال نتكلم عن 533 دولار تقريبا وتحصل بالوصف رابط الشراء ومزيد من المعلومات لو كنت محتم أتمنى هذا الفيديو أفاعدكم وكان ممتع بالمشاهدة مثل ما استمتعت بقيادة سكوتر الكهربائي وتجربتها وأكيد منتظر آراءكم بالتعليقات لا تنسونا الاشتراك واللايك وأشوفكم في الفيديو جاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة